مئات الالاف في العاصمة الجزائرية وباقي المدن في مظاهرات لم تهدأ منذ شهر فبداية طالب الرئيس بالتراجع عن العهدة الخامسة وبعد استجابته لهم يطالبونه بعدم تنديد العهدة الرابعة بإدارته مرحلة انتقالية من عام واحد منذ أكثر من شهر يخرج الملايين كل جمعة للمطالبة بترحي الرئيس بعد حكم دام عشرين عاما أسماء المظاهرات تختلف على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب اسم الجمعة جمعة الصمود جمعة الاستقالة جمعة الرفض للخطة الانتقالية طبعا التي أعلن عنها بوتفليقة وللمطالبة والإصرار على استقالته من الرئاسة وهذه الصور من العاصمة بساحة البريد المركزي والتي يصلها مئات الآلاف بعد صلاة الجمعة للتظاهر لكن لو نأتي إلى هذه التغريدات التي ربما تتباين فيما بينها نبدأ من يسر بيبو تقول الخبر بينما يمضي النظام في تنفيذ خطة إدعش مارس والملايين في جمعة يتنحى وجاع أي ينزل عن الحكم ماذا يعني هذا أن الشعب لن يغير أي شيء وكل هذه المسيرات ليس لها معنى لوجين عمر تقول مظاهرة جزائرية سلمية لدرجة أنه بإمكانك اقتناء كتاب وأنت في عز المظاهرة لا البائع خاف على كتبه ولا المتظاهر يخشى على غده وأدرجت هذه الصورة لبعض المتظاهرين وتقول إنهم يتسوقون الكتب أثناء المظاهرة إدريس طيب يقول سكرة الثورة تصيب الحشود بالجزائر نفس الهيستيريا العاطفية والصور الرومانسية والتعليقات الساخرة والشعارات السلمية الزائفة هكذا هي الحشود الثائرة تظن أنها اخترعت العجلة وأن التاريخ يبدأ معها أما سليم صالحي فيقول كيف أخشى على حراك شعبي وقد نم إليه قضاة البلاد ومحامها وأطباؤها وإساتذتها وطلبتها وعمالها ونقابيها وشبابها وشاباتها وعجائزها وشيوخها هكذا يقول في تغريدته لسه في سطرين التظاهرات جاءت وسط إجراءات أمنية مشددة ويدخل الحراك الشعبي شهره الثاني من دون أن يتراجع الزخم في الشارع نائب رئيس الوزراء رمطان العمامرة يقول أن الرئيس لن يترك السلطة إلا بتسليمها لرئيس منتخبه بينما قالت مصادر أخرى مقربة من الرئاسة إنه باق إلى آخر يوم في نهاية عهدته أي هذا اليوم الثامن والعشرين من نيسان أبريل وأمام تواصل المظاهرات تحاول السلطات الجزائرية أن تجد مخرجا للأزمة السياسية في البلاد هذا هو وزير الخارجي رمطان العمامرة زار الصين وروسيا وألمانيا من أجل التشاور وشرح وجهة نظر الحكومة الجزائرية الوزير الأول الجزائري المعين حديثا اسمه نور الدين بدوي شرع في محادثات لتشكيل حكومة جديدة قال الحكومة المقبلة ستكون مفتوحة على كل أطياف مفتوحة لكل أطياف المجتمع الجزائري لا سيما الشباب والنساء وستعمل ليلا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن